ويتوالى التكريم بتوالي الأيام والسنوات أعظيمي أهلي إبراهيم أهلا بك يا باشموندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة يتوالى التكريم ويدخل الأهلي بقوة مرحلة تكريم الأساطير أعتقد ما صدر عن مجلة الفرنس فوتبول باختيار أربعة من نجوم الكرة المصرية تلاتة منهم من أبناء النادي الأهلي ضمن أساطير الكرة الأفريقية في تاريخها ثم يأتي الاختيار على مستوى السفير كابتن محمود الخطيب سفيرا للكان 2019 رباش موندس في هذا التوقيت وهذا التوقيت بالذات الذي يعني يلهث البعض في محاولة التقرب من الاتحاد الأفريقي يأتي التكريم من الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي والحقيقة أنا أرى أن هذا التكريم هو عندما تريد أن تكرم قيمة جماهيرية لا تجد إلا جماهير الأهلي للاختيار في أفضل جمهور على مستوى الإفريقي وقد حدث مرتين عندما تريد أن تكرم رمزا من الرموز أفضل رئيس نادي يكون الاختيار لرئيس النادي الأهلي كابتن حسن حمدي وعندما تكون البطولة الأهم في هذه اللحظة وهي البطولة الأمم الأفريقية وهي ثالث القمم يعني خلصة اليورو وخلصة الكوبا أمريكا شغال أو بتخلص يعني بداية لا يبراهيم قطعت مراحل كتير فيه أول مبارح يعني أنت هتبتده هي بتخلص أيها؟ هذا اللي أصدأ أقوله يعني تتوالى وهي القمة الثالثة على الكوروية على مستوى العالم البطولات الأفريقية ويكون من حضوضنا أن تكون من يعني تشرف مصر بتنظمها وتحظى بهذا الاهتمام ليأتي اختيار القطيب واحد من سبع صفراء لهذه البطولة وهو المصر الوحيد هذا التكريم له دلالات أن الأهل مدرسة تفرز القمم والقيام رائب شوف القمم والقيم ودي مسألة مهمة جدا لأن أنا قرأت رأيي لحد هو عايز يود الأمور في سكة تانية لأسباب انتخابية فبقول اختيار محمود الخطيب ده لكونه لاعب مش لكونه رئيس نادي طيب هو انت اخترت الخطيب حاليا وهو بيشغل ايه؟ الدعوة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهل الناس اللي صعبان عليها قوي انه رئيس النادي الأهل كده لازم تعرف باستمرار انه في كل التوقيتات وكل الظروف السابقة الاتحاد الافريقي وحتى الاتحادات الدولية ما هو يعني أنا ويع تحت ايدي يا برشوندس القايمة الجديدة بتاعة الأندية الأكثر نجاحا في العالم الاهلي في القمة الاهلي الأول الأكثر نجاحا في العالم ولا يوجد أي نادي مصر آخر بمناسبة انتهاء الموسم الكروي حول العالم موقع إحصائي مهتم بإحصاء من ترتيب الأندية حسب نجاحا في البطولات اللي شاركت فيها الانسر تتوجد من البطولات المحلية والإقليمية عامة مش الدولية بس أو القرية بس فكان الاهلي الأول فانتو بتتكلموا اللي عايز يقول يقول بس زي ما المواند سعاد لأشار ان الاتحاد الافريقي اختار الكابتب محمود الخطيب سافيرا لبطولة الأمم الأفريقية كان 2019 في القاهرة ده تصويت على قيمة النادي الآلي وعلى قيمة رئيس النادي الآلي ومكانته لأنه هو نفس الاتحاد اللي قبل كده في 2001 بيكرم الكابتن صالح سليم ويمنحه وسام نادي القرن وهو نفس الاتحاد الافريقي اللي في 2017 بيكرم الكابتن حسن حمد كأفضل رئيس لنادي في أفريقيا ومكانش هو في موقع المسؤولي حد بالضبط قال فيه 2017 كان كابتن حسن بره لسلطة بره رئيس النادي بس هو ده النادي الأهل وهي ده الكيمة عندما يعني أجبها لك من الآخر عندما تريد أن تكرم البصرة تتجه إلى الأهل وأبنائه خلاص بقى طب ليه الخطيب لمدرسة خريج مدرسة عريقة مدرسة خلق مدرسة أنت بتختار سفير سفير للبطولة بما تحمله هذه الكلمة من نبل ومسؤولية ولباقة يعني السفراء هما مرآة الشعوب في أو مرآة السلطة أو مرآة الدولة في خارج حدودها المرآة دي هو مرآتك داخل حدودك